بريطانيا تدعو إلى تسوية ملف الديون الخاصة بصفقة الأسلحة مع إيران منذ سبعينيات القرن الماضي وطهران تقول إن تسوية الديون يجب أن تتم عملياً وليس بالقول هناك دائماً فجوة بين مواقف السلطات البريطانية والإيرادة العملية الشعب الإيراني يريد أن يرى أفعالاً لإنهاء هذا الموضوع السجال بشأن صفقة الأسلحة بين بريطانيا وإيران تعود أسبابه إلى إلغاء طهران صفقة الأسلحة بعد ثورة 1979 التي أطاحت بحكم شاهي إيران تكلفة الصفقة المتفق عليها 650 مليون جنيه استرليني لشراء 1500 دبابة من طراز تشيفتين بالإضافة إلى 250 عربة مدرعة إيران تقول إنها تسلمت 185 دبابة فقط وتطالب بريطانيا بما تبقى من أسلحة كما تشدد طهران على أن ما تبقى من مبالغ للصفقة هو 400 مليون جنيه استرليني وزير الدفاع البريطاني أوضح أن امتناع بلاده عن تسليم الأسلحة المتبقية إلى طهران يأتي التزاماً بتطبيق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران هناك عقوبات مطبقة وثم تقواعد قانونية تحكم العقوبات لذا لا يمكن تجاوز العقوبات لأجل تعاطي مع هذه القضية وزير الدفاع البريطاني انتقد أيضاً نهج طهران في مسألة احتجاز رهائن أجانب مقابل ابتزاز حكوماتهم في صفقات رفضتها دول كثيرة لقد انغمست إيران بوضوح في دبلوماسية احتجاز الرهائن مع عدد من البلدان الأمر الذي يجعل الحياة أكثر صعوبة لكثير من الناس وزير الدفاع البريطاني الذي تزامن التصريحاته لإذاعة تايمز البريطانية مع ما تردد من أنباء حول ربط إيران قضية الديون بإطلاق صراحة البريطانية نازلينزا جراي أوضح أن بلاده تحترم الديون وتعمل على إيجاد طريقة لإعادتها ولكن يبدو أن عدم سماح إيران لزاغراي بالالتحاق بأسرتها في بريطانيا لا يزال يشكل عائقا أمام حسم الديون بين طهران ولندن